السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلم على أشرف المرصالين السادة المتابعين أهلا وسهلا بكم في كل مكان والحديث عن دورة كأس إفريقيا للأمم الرابعة والثلاثين التي ستجرى بكود ديوار في الفترة الممتدة من 13 جنفي إلى غاية 11 فبري ولأول مرة منذ سنوات ربما ستكون التوقعات فيما يخص الفائز بهذه الدورة صحبة نوعا ما وهذا لتقارب المستوى العديد من المنتخبات المرشحة للتتويج والظفر النهائي بهذا التأجي الإفريقي فهناك إضافة إلى السينيغال حامل لقب الدورة الماضية هناك دوار صحبة الأرض والجمهور هناك نيجيريا صحبة الثلاثة ألقاب والتي دائما تكون في صف المنتخبات المرشحة هناك المنتخب الكاميروني صاحب النصف النهائي في الدورة الماضية وصحب لقب 2017 هناك منتخب غانا صاحب الأربع ألقاب هناك ربما تكون المفاجأة حتى من منتخبات مالي وبوركينا فاسو وما يهمنا أكثر هو المنتخبات العربية المشاركة في هذه الدورة وعددها خمسة وربما الأكثر جلبا للاهتمام هي المنتخبات الأربعة الكبرى المغرب الجزائر تونس ومصر في هذا الفيديو سنحاول أن أعطيكم ولو نظرة بسيطة حول حظوظ المنتخبات العربية المشاركة في هذه الدورة ومدى قدرتها على الظفر بالتاج الإفريقي في نهاية هذه الدورة وسنذكركم بمجموعاتها ومبارياتها كما قلنا وحظوظ كل منتخب وربما العوائق التي ستواجه هذه المنتخبات لأول وهلاء المنتخبات العربية لأول مرة توجد أربع منتخبات عربية على رأس المجموعات مصر على رأس المجموعة الثانية الجزائر على رأس المجموعة الرابعة تونس على رأس المجموعة الخامسة والمغرب على رأس المجموعة السادسة وهو ما يعطي نوعا من الأفضلية لهذه المنتخبات ولما لا ترأس المجموعتها في نهاية ترتيب الدور الأول مما يعطي لها أفضلية لمواجهة منتخبات أقل مستوى في الأدوار الثمن النهائية سنركز خاصة على مباريات الدور الأول لأن مباريات الأدوار القادمة خاصة الثمن واربع النهائي ستكون فيها حديث آخر وتبدأ المنافسة وإضافة إلى عامل الإصابات والبطاقات وإلى ما ذلك البداية ستكون مع المنتخب المصري في المجموعة الثلية المنتخب المصري صاحب الأرقام القياسية في المنافسة الإفريقية هو آخر منتخب عربي وصل إلى الدور النهائي في الدورة الماضية كما تتذكرون وخسر بصعوبة كبيرة أمام المنتخب السينيغالي المنتخب المصري المشكل بمزيج من لعبين المحترفين واللعبين المحليين بقيادة لعبي الأهلي وحتى لعبي الزملك وبيراميدس لديهم خبرة كبيرة على المستوى الإفريقي لما يشاركوا دائما في منافسات دوري أبطال إفريقيا المتخب الإفريقي المتخب المصري له باع طويل على الساحة الإفريقية في منافسة كأس إفريقيا وهو المتخب العربي يعني الذي يستطيع دائما جلب الكأس من أدغال إفريقيا والجمهور المصري ربما لا يتذر شيئا من رفقاء صالح في هذه الدورة أكثر من العودة بالتاج الإفريقي خاصة أن أقول نوع كان يعني في دورتي 2021 في كاميرون وصل للنهائي وأيضا في 2017 وصل للدورة النهائي لذا يعني يبقى لقب هدف للجمهير المصري والمتخب المصري سيبدأ المنافسة في أول مباراة أمام منتخب الموزنبيق ومن الصدف يعني دائما المتخب المصري لما يواجه الموزنبيق سواء في دورة 86 واجه الموزنبيق ودورة 98 واجه الموزنبيق لما يواجه الموزنبيق المتخب المصري يواجه باللقب هاته مجرد يعني الصدف في المباراة الثانية سيواجه منتخب غانا منافسه الأول على صدارة المجموعة ثم سيلتقي في اللقاء الآخر الثلاث برسم هذه المجموعة أمام منتخب الرأس الأخضر وتبدو في طريق المنتخب المصري ربما سهلا لأتواجد على رأس هذه المجموعة في المجموعة الرابعة هناك منتخبان عربيان في هذه المجموعة بدايتنا ستكون مع المرابطين منتخب موريطانيا في مشاركته الثالثة على توريف كأس إفريقيا بعد دورته 2019 بالقاهرة وأيضا دورة الكاميرون الماضية المنتخب الموريطاني سيتحاول تجوز الدور الأول في مشاركته وهذا بما أنه أقصيا في المرتين السابقتين في دور المجموعات تحت قيادة أمير عبدو المدرب جزر القمر في الدورة الماضية والذي قام بثورة تاكتيكية مع هذا المنتخب المغمور متخب جزر القمر ووصل به إلى الدور الثاني وانهزم بصعوبة كما تتذكرون أمام الكاميرون بهدفين لهدف المنتخب موريطانيا سيبدأ الجولة الأولى أمام المنتخب القوي بوركينافاسو ثم في الجولة الثانية يواجه أنغولا على أن يختتم مباراةه في داربي مغاربي أمام الجزائر ولكن تبدو حظه صعبة في هذه المجموعة وكله أمل كما قلنا لتجاوز دور المجموعات ولو حتى في أحسن المراكز الثلاث في نفس المجموعة الخضر محاربي صحراء المنتخب الجزائري هو آخر منتخب عربي لحد الآن توجه باللقب الإفريقي كان ذلك في دورة القاهرة 2019 لما خالف جميع التوقعات وعد باللقب حيث لم يكن ربما العديد من المتابعين يرشحونه للتتوج القاري الخضر ورغم انتكاسة الدورة الماضية وخروجهم غير المتوقع في الدور المجموعات الدور الأول يعدون أبرز مرشح في هذه المجموعة لتجاوز عقبات المنتخبات الأخرى ولهم كل الإمكانيات لذلك أشبال بالماضي سيبدأ للمباراة الأولى مما منتخب أنغولا وهو ليس بالمتخب الكبير على المستوى القاري ثم في مباراة الجولة الثانية مباراة الجولة الأولى ستكون يوم 15 أمام أنغولا على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر مباراة الجولة الثانية ستكون يوم 20 أمام بوركينار فاسو أقوى منافسي الخضر على صدارة هذه المجموعة على أن يختتموا مباراة الدور الأول أمام منتخب موريتانيا الخضر كما قلنا لهدف وحيدها وتحسين صورة المتخب خاصة بعد نكسة كما قلنا دورة الماضية والخضر إذا وصلوا إلى النصف النهائي أو النهائي ستكون نتيجة مقبولة لدى الشارع الرياضي الجزائري ولو أن هناك عديد من المتابعين يطالبون الخضر باستعادة اللقب القري خاصة أنه أن رفاق رياض محرز في هذه الدورة يمتازون بين عاملي الخبرة في صورة عديد اللاعبين مثل بن سبعيني مثل مندي مثل القائد محرز مثل بن ناصر وبعض الشبان في صورة أيت نوري وعمورا وأيضا لا ننسى الهدف المخضرم إسلام سليماني قلت الخضر بإمكانهم صنع نتائج جيدة في هذه الدورة ولما لا تحقيق اللقب في المجموعة الخامسة المنتخب التونسي أكثر منتخب عربي في الفترة الأخيرة مشاركة تواليا في دورة كأس إفريقيا يعني منذ 1994 بتونس المنتخب التونسي لم يغب ولو لدورة واحدة عن هذه الدورات وفي معظم دوراته تجاوز الدور الأول في الدورة الماضية في الكاميرون خرج في الدور الربع النهائي أمام بوركينافاسو وفي القاهرة في سنة 2019 في 2019 كان وصل إلى الدور النصف النهائي وانهزمه بصعوبات كبيرة كما تتذكرون أمام السينيغال المنتخب التونسي سيبدأ المنافسة أمام منتخب ناميبيا في ربما أسهل مباراة في المجموعة ثم يلتقي أمام مالي ولما نذكر المباراة تونس ومالي نتذكر المباراة الدورة الماضية التي أوقفها الحكم سيكازوي من زنبيا يعني قبل نهايتها وتذكرون الحادثة الشهيرة وفي الجولة الأخيرة المنتخب التونسي سيرتقي مع منتخب جنوب إفريقيا وتبدو تونس في وضعية ربما صعبة نوعا ما مقارنة بمبقية المنتخبات العربية لكنها لديها كل الإمكانيات للوصول إلى الأدوار المتقدمة في المجموعة السادسة المنتخب المغربي رابع كأس العالم الماضية في قطر سيكون في مواجهات الكونغو الديمقراطية الزنبيا وطنزانيا المنتخب المغربي لا عزاء له ولأمام جماهره هذه المرة سوى تحقيق اللقب لماذا؟ المنتخب المغربي كما قلنا هو رابع العالم أول المتخبات الإفريقية في التصنيف على الصعيد العالمي وأيضا لغياب اللقب الإفريقي عن خزائنه منذ سنة 1976 اللقب الوحيد الذي أحرزه وسود الأطلس أنا ذاك يعني مدة 48 ساعة 48 سنة وبعدها المنتخب المغربي لم يستطع ولو حتى الوصول إلى الدهائي باستثناء دورة 2004 لما خسر النهائي أمام شقيقه التونسي بهدفين بهدف رفق حكيمي وزياش كما قلنا مطالبين بالتتويج باللقب أو على الأقل الوصول إلى الدور النهائي المغرب سيبدأ المنافسة أمام المنتخب التنزاني الذي يدربه طاقم تدريب جزائري بقيادة عدل عمروش ثم في الجولات الثانية سيلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية وفي آخر الجولات المغرب سيكون في مواجهة الزمبيا المنتخبات العربية الخمسة حظها كبيرة في التأهل وخاصة الرباعي المغرب تونس الجزائر ومصر ولها نسب كبيرة لتصدر مجموعاتها فهل ترى يعني يتمكنون من تحقيق ذلك سنتمكن من معرفته بعد نهاية مباريات الدور الأول أنتم يعني فتتوقعون مصار هذه المنتخبات العربية في هذه الكأس من هو المنتخب العربي الأقرب بالنسبة لكم لحمل اللقب أو الوصول إلى الدور النهائي أو المربع الظهبي من هو اللعب العربي يعني لربما تتوقع تألقه في هذه الدورات سواء كان لعب يعني مخضرا من الكبار في السن يعني على شكلة مرابط أو على شكلة محرز أو بونو أو المساكني أو محمد صلاح يعني نجوم الكبار أو تتوقعون ربما بزوغ نجم بعض الشبان مثل يعني فارس شيبي من الجزائر مثل مرموش من ميصر أو حتى صابري من المغرب يعني نبقى ننتظر ما ستصفر عليه هذه المباريات اتركوا لنا يعني تعليقاتكم وتوقعاتكم بشأن مصار والمستوى الذي سيقدمه هذه المنتخبات العربية في الكان القادمة لا تنسوا أيضا اشتراك لكم في قناتنا ليسلكم كل جديد خاصة أننا سنحاول مواكبة هذه الكأس القرية كل يعني كل صغيرة وكبرة في أوقاتها لا تنسوا في الأخير كما قلنا الاشتراك في قناتنا العجب بهذا الفيديو ومشاركته على نطاق واسع ليصل إلى فئة كبيرة دمتم أوفية لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموعدنا في لقاءات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته